نعم مهند نحن الآن على تخوم بلدة الظهيرة سأدع الكلمة الأولية للكاميرا لعدسة تيرت عربي كما تشاهدون قصف عنيف قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عدة قرى هنا في القطاع الغربي للجنوب اللبناني الظهيرة يارين وأيضا خراج بلدة علم الشعب كما تسمعون هذه الأصوات على الهواء الآن تستخدم القذائف الانشطارية كما تشاهدونها الآن إضافة إلى القذائف الفوسفورية وأيضا إضافة إلى القذائف الهون وقذائف المدفعية قصف عنيف تشهده في هذه الأسناء هذه المناطق اللبنانية القرى الحدودية اللبنانية بعد هدوء كان سائدا منذ ساعات الصباح الأولى وفي أولى المعلومات أن حزب الله استهدف كاميرات مراقبة لأبراج تابعة للجيش الإسرائيلي ومما أدى إلى هذا الرد العنيف من قبل الجيش الإسرائيلي الذي استهدف أيضا مواقع له وهو موقع الجرداح وموقع ظهر الجمل الذي يقع أيضا في مقابل بلدة إيراميا الحدودية الآن هنا يشتد القصف كما تشاهدون وأيضا بدأنا نسمع طائرات الاستطلاع تحلق في هذه الأثناء ويمتد القصف إلى داخل الأحياء السكنية وهناك حرائق اشتعلت في المناطق الحرجية بسبب استخدام القذائف الفوسفورية والقذائف الانشطارية إذن هذه هي الأجواء هنا في مقابل بلدة الضهيرة وأيضا يطال القصف أطراف بلدة الجبين إذن كما تشاهدون مهند يعني يبدو أن التوترات الأمنية عادت إلى هذه المنطقة هذه المنطقة حساسة جدا وهي من أكثر المناطق التي شهدت مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وبين حزب الله شكرا